بحسب ما ذكره مسؤول أمريكي سابق لصحيفة واشنطن بوست فإن الجنود المنشقين بقيادة مجرم الحرب حفتر تلقوا تدريبات على يد أفراد في قسم النشطات الخاصة بالCIA الدراع شبه العثكري للوكالة حفتر الذي سبق له أن كان عميلا لدى المخابرات الأمريكية تلقى دعما كبيرا عقب سقوط النظام القذافي عام 2011 وعلى الرغم من تأييد مسؤولين أمريكيين من حيث منح حفتر دورا في حكومة البعثة الأممية فإن الرجل يرفض قبول دور ثانوي المتقاعد رفض الانضمام إلى العملية السياسية ونصب نفسه قائدا عاما ولسان حاله يقول إنما أتيته على علم عندي الأمر الذي دفع جهات أمريكية وغربية إلى التساؤل عن ما يمكن فعله مع حفتر بعد رفضه لبعثة الأمم المتحدة بليبيا ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية طلب عدم الإفصاح عن هويته أن هناك مداولات داخلية حول الآلية التي يجب التعامل بها مع حفتر مبينا أن علاقات حفتر في منطقة الشرق الأوسط صعبت من مهمة إيجاد استراتيجية موحدة في كيفية التعامل معه ترجمة نانسي قنقر